رعى سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى منافسات بطولة التحدي الموروث التي أقيمت يوم أمس في ساحل أبو الصبح بالمحافظة الشمالية وذلك بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية وقد قال سموه إن إقامة هذه المسابقة تأتي سيرا على نهج حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للحفاظ على الهوية البحرينية الأصيلة وحياء المهن الشعبية القديمة والتي يعتبرها جلالتها يده الله جزءا لا يتجزأ من المكون الأساس للتراث البحريني مؤكدا سموه أن مسابقة التحدي الموروث تعد جزءا من الرؤية التي رسمت لترسيخ معاني الأصالة والانتماء والوطنية من خلال المهن التي مارسها الإنسان البحريني قديما في الزراعة والبحر وأكد سموه أن المساعي ستكون متواصلة لتعزيز ثقافة الرياضات التراثية في الشباب والناشئة لتكون حاضرة ومستمرة لدى الأجيال الجديدة والمتعاقبة كما أشاد سموه بجهود أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل إحياء مختلف أنواع الرياضات التراثية سواء على مستوى الرياضات البرية أو البحرية منوها سموه بالدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية بشكل عام والرياضات التراثية على وجه الخصوص وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستوى الذي ظهر عليه المتسابقون مبينا أن المشاركة الواسعة تعكس نجاح هذه البطولة وشيدا سموه بالجهود الحثيثة التي يقوم بها السيد خليفة بن عبدالله القعود رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي في ترجمة الرؤى والأفكار التي تساهم في الحفاظ على الرياضات التراثية وهن أسموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة متمنيا كل التوفيق والنجاح لبقية المتسابقين في النسخة القادمة موسيقى احياء لمختلف أنواع الرياضات التراثية أقيمت مسابقة الموروث الشعبي ضمن جملة من التحديات التي تعكس من أحرص لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية بهدف إحياء المهن البحرينية القديمة في الزراعة والبحر والله احنا اليوم سعداء باستضافة فعاليات الرياضات الموروث الشعبي في الشمالية شاكرين لسموه الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة الكريمة اللي فعلا تأكد إحياء التراث القديم في قالب رياضي جميل لاستقطاب هذا النوع من الرياضات في المحافظة الشمالية طبعا انطباع البطولة اليوم لأول مرة نقيمها في المحافظة الشمالية وهي فكرة سيدي سموه الشيخ خالد بن حمد طبعا المشاركة كانت 162 استوعاب اللاجنة 160 التسجيل كان أكثر لكن نوعد جماهير إن شاء الله في البطولات القادمة نرفع الاستوعاب حصلنا قبال ما كنا نتصوره بطولة ناجحة بكل المغاييس بمشاركة وبتنظيم وبحضور وجماهير ما توقعنا أهم المحافظة الشمالية شاملت المسابقة على 11 تحديا مختلفا تتسم كل مرحلة من المسابقة بمسمى شعبي أو مهنة شعبية تراثية حيث يجب على المتسابق أن يتجاوز كل هذه التحديات بنجاح وفي أسرع وقت ممكن كون المسابقة تعتمد على القوة والسرعة والخفة اليوم نحن عندنا مسابقة تحدي الموروث هاي أول مرة طبعا وهذه اللعبة تبع العاب الموروث الشعبي وطبع الموروث الشعبي قاعد يحاولون هدفهم الرئيس أن يرجعون تراث البحريني وقاعد يسوقون عشان الجيل الجديد أن يكونون عندهم فكرة وثاني شيء إذا أحد من هذه الأجيال الحالية إذا نشرح لهم أن أباهم شكان يساوون أجدادهم يمكن عندهم صعوبة في الفهم في الفهم أن فعلا شكلهم كانوا يعانون من المشاقة في حياتهم العملية فاليوم هناك مسرحية لهم للمشاهدين واللاعبين عشان يجربون أن شون أباهم كانوا يواجهون التحديات العملية في حياتهم اليومية شاركت اليوم مسابقة الموروث الشعبي الحمد لله استمتعنا بموجود مشاركين وننتظر دورنا إن شاء الله موفقين ينا اليوم حق مسابقات الموروث ومسابقة شي جميل وحلو وأنها تعيد تراجع العدوات القديمة حق أجدادنا والمهن الحرفية ومسابقة حلوة والأدوة قاوية من الشباب وانتمانا حق كل من التوفيق والله اللي شدني في المسابقة أمانت أنه يعني ذا طبع بحريني وطني في عندنا مسابقات مثل سبارتن ريس وهالأمور ولكن هذي المسابقة فريدة من نوعها لأنها يعني تقليدية شوي فيها طبع بحريني حركات والقرقور سلشد القرقور والتعلبق وهالأمور هذي النخل فمبادرة حلوة منتا عكفت اللجنة المنظمة على تحويل هذا الحدث إلى كرنفال عائلي كبير يسع كل أفراد الأسرة من خلال إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة منها مدرج للجماهير ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال ومنطقة خاصة للمطاعم المتنقلة إضافة إلى معرض للأسر المنتجة ومعروضات رياضية تراثية متعلقة بالمهن القديمة التي مارسها الإنسان البحريني تحت الشعار يلا نتحدي عكست بطولة الموروث الشعبي روح التحدي بين المتسابقين وذلك أحياء للمهن البحرينية القديمة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر